اهلا بكم انا مكشر اوي وانتم معايا في طريق المعرفة جمال مبارك رئيسا لمصر الناشطة الجزائرية البطلة اميرة براوي حرة في فرنسا حاجات كتير وتفاصيل كتير هنلقي الضوء عليها النهاردة واحنا في رحلتنا للبحث عن الحقيقة في طريق المعرف من امريكا قناة اهتم بالشأن الامريكي والسياسة الدولية وبالاخص منطقة الشرق الاوسط وفي القلب منها مصر والامة العربية نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة اهلا بكم انا مكشر اوي وانتم معايا في طريق المعرفة طبعا جميع متوقع ان انا هبدأ بالفصل جمال مبارك لا طبعا لان طبعا لما يشوف حلمة ودنه ممكن يبقى رئيس لمصر ولكن هذا ما تناولته كل الصحف العربية انبارح والنهاردة كل التوك شو انبارح والنهاردة كله مبني على مقال طلع في موقع مخابراتي اه اه يعني معروف عنه اه انه اه يعني اه مدفوع الاجر وموجه بالتأكيد اللي هو افريكان انتليجنس بس مش هليبدأ بيه برضو ليه انا نوهت عن يعني اميرة بوراوي في الحلقة اللي فاتت ابداللي فاتت وقلت يعني كانوا يعني عرفوا يرجعوا الناشطة الجزائرية مين اميرة بوراوي اميرة بوراوي طبيبة ستة اربعين سنة ناشطة اه كانت ضد العقدة الرابعة للرئيس اه عبدالعديس بوتوف اللي قام وعملت حركة اسمها باركات وترفض اعادة الترشيح وبعد كده انخرطت في السياسة الداخلية وبدأت تدون عما يحدث في السجن الكبير المسمى بالجزائر ولما احست ان الخيوط تلتف حول رقبتها وانها قبق وسينة او ادنى ان تكون رهن الاعتقال خاصة ان حكم عليها اه بسنة سجن واستطاعت تحت الافراج المشروط انها تخرج اه حتى اه تكمل اجراءات التقاضي في هذه الدعوة وبالاتفاق مع فرنسا اه ماما فرنسا اه حاجة غريبة جيد اه فرانسوا بيجي يه سفير فرنسا في الجزائر هو بالتأكيد رجل مخابرات ليه كل الذين عيونوا سفراء في الجزائر من فرنسا خرجوا من من المنصب السفير الى منصب منصب مخابراتي ياما في مخابرات وزارة الدفاع ياما في المخابرات العامة كلهم بلا استثناء بالاتفاق ما بين المدونة البطلة الجزائرية اميرة بوراوي مع السفير الفرنسي فرانسوا تم وضع خطة تهربها من المسلخ او استلخانة الكبيرة او السجن الكبير الذي يطلق عليه الجزائر وبالفعل نجحت الخطة وخرجت بسلامة الله اميرة بوراوي من القفص اصفور اصفورة طار الى الحرية خارج القفص طبعا اه دخولها بهذه الطريقة وفقا للقضاء الفرنسي لابد من يعرض على القضاء ولكن اه 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 القضاء الفرنسي اخلى سبيلها وامنها من اعادتها الى الجزائر لن تعود مرة اخرى لن يتم ترحيلها الى الجزائر لا يمكن ان يكون هناك قاضي عادل يجلس على منصة قضاء وهو يعرف انه يرسل المشك في حقه او المدعى عليه في الدعوة الماثلة امامه مرة اخرى الى المسلخ فهو حكم بالاعدام وليس حكم ينظر الترحيل من عدم الترحيل اعادتها الى المسلخ حكم بالاعدام فاللي انا عايزة ابشركم به ان النهاردة طبعا الواقعة دي حصل من اسبوعين من يوم تسعة البشرة انها اصبحت طريقة داخل داخل فرنسا يعني اصبحت حرة طريقة داخل فرنسا والصورة اللي انا عرضتها لكم اه في السامنيل بتاعت الفيديو صورة معبرة جدا طبعا بعلامة النصر في اه اصبعيها اه اه فيكتوري ليه بقول لك الكلام ده عشان اقول لك ازاي فرنسا لازم يبقى عندها كروت متعددة في اللعبة زي ما قلت لك انها بتحتضن حركة الماك وهي حركة القبائل الامازيغية اه اصول الجزائر لازم يعرفوا جنرات فرنسا ان هما ممكن اه يتم بيعهم في او في اقرب صفقة مربحة الى ماكرون او الى من يخلفوا عملوا ايه بقى في الناس اللي ساعدوها يعاني مسكوا خمسة منهم اعلامي ومنهم اه سائق الحاجة الغريبة ان بيقولوا عليه سائق سيارة اجرة غير شرعية ايه داخل شرعية في جريبة التهريب يعني هو لو كان سايق سيارة تاكسي شرعية ما كانش يعني دخل في القضي انا اولا دحكت بس على التوصيف يعني يقودوا سيارة اجرة غير شرعية طيب اه مش فاهم يعني مساعدة ديه امها كمان خديجة براوي تم التحفز عليها تحت المراقبة والملاحقة القضائية خمسة ابض عليهم منهم صحفي اعلامي ساعدوا الناشطة الجزائرية البطلة التي عانت الكثير في داخل المسلخ ان تخرج الى الحرية واقبال باقيت الناس يا رب المحبسين في سجون وغيابات السجون في الجزائر خاصة من اه الحراك الوطني لحركة الماك في القبائل موقف بالتأكيد يعني مؤلم ولكن هي الان تتنفس السعضاء تستنشق هواء الحرية في باغيس في باغي فرنسا اللي هي مين اللي هي امام فرنسا اللي هي مين اللي هي بتدير الجزائر اربعة وعشرين ساعة اللي هي مين اللي هي تعطي التعليمات من قصر اليزيه الى اه اه جنرالات فرنسا وفي ذات الوقت لديها كروت متعددة تم احالة السفير فرنسوا السفير الفرنسي في الجزائر الى التقاعد بدء من الشهر القادم بعد ثلاث سنين في منصبه في الجزائر اه الجزائر طب ده حيرجع بقى حيقطع الهدومه وهيلبسوه خيش وويوبخوه ويركبوه حمار بالمعكوس ومشوه في شوارع تاريس انت الذي ساعدت هذه الناشطة ان تهرب عليك اللعنة لا اه سوف يتم تعيينه في جهاز مخابرات تابع لوزارة الدفاع في منصب بربوك كل ما مسك سفير في اه سفارة فرنسا في الجزائر رجع على منصب مخابراتي خلي بالكو يقال اده نسبة لا تقل باي حام الاحوال عن عشرين اتراتين في المية من كل سفارات الدول اجهزة مخابرات يعني ده معروف يعني ومتداول عليه وعشان كده تلاقي في تحديد لحركة السفراء اه في الدول الاجتبية يعني مسلا في اه في نيويورك مسلا سفراء الدول اه اللي موجودين في الامم المتحدة اه لهم نطاق يتحركوا فيه بس يعني عشرة كيلو احداشر كيلو اه تين مايلز ففتين مايلز مقدرش يخرج براه ليه لان اغلبهم ضباط مخابرات هناك حراك ايضا داخل الجزائر اه في اه اعادة ترتيب البيت من الداخل يعني اه الرئيس اه الجزائري اه عبدالعزيز لمؤخزة اه تبون اه اه في تعيين السفراء في حركة حصلت فيه اه السرك الدبلوماسي الجزائري مستغربة جدا اربعة وعشر سفير وخمستاشر قنصل عام وستة قناسل تمام تم تعينهم وتغيير اه مناصب الاخر اه الرئيس عبدالعزيز لمؤخزة تبون عاوز يقرب زوي الثقة اصحاب الثقة حواليه وبالتأكيد كلهم زباط مخابرات بالتأكيد يعني فانا بعتقد ان هذه الحركة يعني بتنم ان هناك اه تخوفات في الداخل الجزائري او يمكن الرئيس اه عبدالعزيز لمؤخزة تبون اه ممكن يكون متخوف من امور ما تحدث في الداخل او متخوف من اه امور ما في العلاقات الخارجية يعني الجزائرية فهناك حركة من التغييرات وايضا هناك حركة من التغييرات بعد اقالة اه وزير الداخلية الجزائري بسبب هروب اه النشطة البطلة اميرة بوراوي فهناك امر ما يحدث في الجزائر لا نعرف ما هو ولا نتكاهم بالتأكيد ولا نطلق اشعاعات ولكن ننتظر حتى نرى ما يحدث ونقرأ ما يحدث ونقرأ ما بين السطور هو ده دوري يعني انا دوري ان نقرأ ما بين السطور واحد اتكلم معك وحاول ان انا اسهل لك الموضوع وابسط لك الموضوع ده دوري واللي بحاول ان انا يعني العابه يعني يا رب اكون يعني موفق فيه تخيلوا يعني في مادة في القانون المصري اللي هي كانت اعمل ملك اه فاروق كان اسمها العيب في الذات الملكية او العيب في اه 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 صاحب اه يعني الوجاهة اه دولة رئيس الوزراء يبقى الملك ورئيس الوزراء لو شتمتهم حكم عليك بالسجن بمدة اه لا تزيد عن ستة اشهر حبس لم يتم تفعيل هذه المادة في القانون المصري ولم تطبق امام اي محكمة في مصر وبعد التعديل للنظام في مصر من نظام الملكي للنظام الجمهوري تم تعديل المادة في قانون العقوبات واصبحت العيب فيه رئيس الجمهورية او العيب فيه دولة رئيس الوزراء لم يطبقها ابدا اي رئيس مصري لم تطبق انا بتطبق على جازائرية موجودة انها اهانت شخص الرئيس ده يعني الناس يعني شغلين اهانات في رئيس عفتاح السيسي في الداخل وفي الخارج ولا يعني يعني لو كان حبس كل واحد ستة شهر كان زمان يعني تقريبا ربع مصر في السجن وبعدين منشورات ده بتفكرني بالايام الابيض وايام المطبعة اللي معجولة تحت السلم التي تطبع المنشورات دولة وقوف امام المستعمر والجلاء وسوف هيجلي الانجليز من مصر وسوف نقوم بذلك في هذا العمل السري منشورات منشورات النهاردة في عصر الانترنت في عصر الفيسبوك في عصر التويتر في عصر اليوتوب منشورات انتو بتهرجوا بتكلموا بجد والاساءة الى هيئة نظامية اسناء ده ده عملها بس ربنا رأيضلكوا الفضيحة عشان كده الموضوع اتعرف وقدروا يهربوها طب ليه ما استدعتش السفير الفرنسي لتوبيخه على فكرة وفقا للعرف الدبلوماسي في حاجة اسمها استدعاء سفير دولة مارست شيء ضد الدولة لتوبيخه والله يعني ده حاجة رسمية توبيخ سفير دي حاجة رسمية لكن هل يستطيع? هل يملك? يا اخي مدخل ازا امرت ان تطاع يا مك يعني فأمر بالمستطاع يعني هل تستطيع يعني ان تعض اليد اللي انت بتبسها? طبعا ما يقدرش. اقول يقدر عليه استدعي سفير الجزائر في فرنسا للتشاور. هتشاور على ايه? مالفضيحة بانت خلاص. طب وليه ما استدعوش السفير التونسي بالمرة? طب ما التونس كمان اشتركت ايه? يعني اعنا بنهدي النفوس. بتتكالبه يعني قتل فرنسية الجزائرية نحو المجهول. اتبتخيل يعني ان الجزائر هتاخد موقف من فرنسا بعد ما فرنسا ازلت ازلت الحكومة والرئيس عبدالعزيز لمعاقزة تبون. ده ازلال اللي حصل ده. متخيل ان انت يعني مجهولة هي. انت اخدت على افاك? خلاص? وبعدين قلت له الله احنا مش قول ان انت نطربش جامد مش احنا اتفقنا انت نطرب بالراحة? ده اللي بيحصل. طيب نسمع. مبروك اه خروجك يا اه اه بطلة اه المدونين العرب التي اعتقد انها تستحق ان اه تحصل على جائزة اه 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 الصحف الحر هذا العام? وليه ما نشوفهاش كمان على غلاف التايمز? وليه ما نشوفهاش كمان? في الحفلة اللي حضر فيها بكده بسم يوسف. انها كبتوا عاني فعلا يعني ما لا احد يستطيعه. بقى اعمالة جديدة ارفع لك القبعة اميرة براوي وهنيئا لكي باستنشاق هواء الحرية. طيب اه برضو لا ما انا مش عاديها كده لا معلش ناخد حتة كمان. مش مش تريح. اه نشوف الحرة كتبت ايه? الحرة اه كتبت ايه في هذا الموضوع? اه كشف تفاصيل هروب براوي. اه من الجزائر. الحرة بالتأكيد يعني اه لسان حال يعني الكونجرس الامريكي. خلي بالكو الحرة اه منشأة بقانون من الكونجرس. وهي لسان حال الكونجرس. ايا كان من في الكونجرس اه اغلبين. يعني في السنتين اللي فاتوا كانت بلسان الديمقراطيين. اه بالسنتين اللي جايين لغاية الانتخابات الرئاسية القادمة هتبقى بلسان الجمهوريين. فالحرة يعني مسيسة مش مسيسة لا. ده يعني مسيسة اه اه واربعتاشر اه يعني تسييز زيادة كمان. فبتقول لك الجزائر تكشف تفاصيل هروب براوي وتوقيف اربعة اشخاص على صلة اه بالقضية. انا قاريت في خبر تاني ان هم خمسة. بس بتقليل الحرة اكيد ده يا اصبا. وهم اربعة بس. الكن نيابة العامة الجزائرية اه حطت اربعة اشخاص كده التوقيف الاحتياطي. اه اه ومتهمة اه اربعة موجودة بخمسة كده صح. اربعة في التوقيف الاحتياطي ومتهمة تحت الايه? اه الرقابة القضائية. اللي هي امها. ستة وسبعين سنة. ستة وسبعين سنة. يا اخي طب ارحمه شيخو اخيتها يعني. طب يعني ايه زنباهية? حتى لو ساعدت ابنتها في اي قانون في الدنيا يعفى الاب والام عن الاعقاب في مساعدة الابنة او الابنة. يا جماعة انتو بتكلموا فيه? ستة وسبعين سنة. اتقوا لا. يجعل لكم مخرجا. يعني انا بناشد يعني الرئيس الجزائري اه عبدالعزيز لمواقزة تبون انه يخلي سبيلها هدي المرأة يعني لا علاقة لها بما يحدث. حتى وان ساعدت ابنتها فهي فلزت كبتها يعني. يعني مش عارف. طيب. وبيكلم عنه اللي حصل في اه يعني زي ما قلت لكم حركة اه بركات اللي عملتها فلفين واربعتاشر ضد ترشيح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وبعدين انخرطت بعد كده في الحراك الشعبي. اه لمحاولة النهوض بالجزائر والخروج من اه يعني الازمة الجزائرية والخروج من سطوة جنرالات اه فرنسا. وقالوا انه هي تمكنت من الهرب. يعني زي ما عرفنا في القصة انها عبرت الحدود الى تونس. وتونس بالتأكيد فكرت في اعادتها مرة اخرى ولكن تدخلت السلطات الفرنسية و اه وضعتها تحت الحماية الدبلوماسية. زي ما عرفنا ان من حق الدولة انها تمارس الحماية الدبلوماسية على مواطنيها. بس في خارج دولة الميلاد او دولة الرعاية. يعني خارج الجزائر تستطيع ان تحميها. داخل الجزائر لا تستطيع. ولكن بالتأكيد اه يعني اعطت التعليمات الى الجنرالات فرنسا بان يسهلوا هربا. فهدي مسرحية هزلية. يعني امور امور سخيفة. يعني مش عارب ما بتكسفوش. يعني اوشكوا ما بيحمرش من الخجل. اين حمرة الخجل? المسرحية واضحة جدا يعني فرنسا عاوزها خلاص هتاخدها. تطلع السامة تنزل الارض. اه يعني يقول ما يقوله الرئيس الجزائري عبدالعزيز لمواقزة تبون يقوله وعايز يقوله. بس فرنسا اللي هي عايزها اللي هيحصل. ان مين الاعلى? قال له. مين الاعلى في الردبة? ماكرون طرعا. طيب. ايش معنا ما تقولش ان اما واخزى ماكرون? اه لا ماكرون حاجتين. طيب. اه وبيتكلم بقى عن اللي حصر وبتكلم عن خديجة امها واحد وسبعين سنة اه تحطت تحت الرقابة القضائية يعني موجودة تحت يعني تصرف القضاء. ويعني امره طبعا يعني مغجل يعني احترموا شيخو خيتها. واعتقد ان اه يعني ما يحدث الان اه فضيحة بكل ما تعنيه كلمة فضيحة للنظام في دولة الجنرالات الجنرالات فرنسا المسمى سابقا الجزائر. طيب. اه نرجع بعد كده. ونتكلم بقى في الخبر التاني. الناس كانوا متوقعة طبعا هدأ بيه. بس عشان هو خبر تافه. والله خبر تافه. يعني انا اه اه انا يعني حطيته على العنوان. وانا متأكد الناس هتاعوا بتضحك. يعني سوف يضحك الناس. الناس ملء شتقيهم. وهما بيسمعوا الخبر ده. جمال مبارك. حيبه رئيس. لمصر. طيب. اه نيجي نشوف. اول حاجة يعني لازم اعريكم الموقع اللي هما كلهم جابوا عنه. خلاص اللي هو موقع اه افريكا اه انتليجنز. اللي هو ده? ده الموقع. تمام? وده اللوجو اسمها افريكا انتليجنز. تمام? وده المقالة. اه سي سي اكانوميك اه امبيوتي. يعني الغموض اللي بيحيط بيه الاقتصاد المصري. فيولز. اشعلى اه اه جمال مبارك. اشعلى امال جمال مبارك. اشعلى امال جمال مبارك. اشعلى اه طموحه في ان يكون رئيسا لمصر. وقالوا ان انه انتهز الفرصة يعني انخفاض العمنة المصرية والحالة الاقتصادية ويحاول الان ان يدخل في اه زمرة هذه المشاكل حتى يكون هو المخلص. اللي هما كانوا بيقولوا عليه. رجل الاقتصاد. رجل الاقتصاد اشتغل في بنك وفي امريكا. وكان بيشتغل في فرع اللي انا كنت يعني مدير فيه في 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 نيويورك. بس مش مش في الوقت اللي هو كان فيه طبعا. بس نفس الفرع يعني. اشتغل في منك وفي امريكا. يعني مدة سنة. مش فاهم. ما هي الخبرة الاقتصادية العظمة اللي اخدها جمال مبارك. ان هو يشتغل في بنك امريكي المدة سنة. طبعا انا اشتغلت في منك امريكا اتناشر سنة. انا بقى بقيت كبير خبراء الاقتصاد العالميين مثلا. خالص. ولا عمري. نعدت نفسي بيعني بلقب في الاقتصاد او في اه سوء يعني المال والاعمال. خالص. انا كل بتكلم فيه في السياسة وبتكلم في التحليل فقط. مع اني يعني الماجستير والدكتورة في الادارة واستطيع ان اتحدث في هذه الامور. ولكن يعني انا شايف ان التحليل السياسي والاعدل بلدي اللي احنا عدنا مع بعض دي. يعني والمصطبة اللي انا فتحها اه وعزمكم فيها في دوار العمدة. بالنسبة لي انا مش بيع اكتر كثيرا من اي القبء. ولكن يعني ما ينفعش نوع عليه الخبير الاقتصادي. وده اللي حينقذ اقتصاد مصر. فاكرين زمان اما كانين عايزين يورسوا جمال اه الحكم في مصر. وتم رفضه رسميا. ومحاولة سوزان مبارك ان تضغط بكل السبل لانها تورسه ولم تفلح. حاولت بقى تجيبه بايه? بمطلب شعبي. فبدأ التلميع. يعني كل هؤلاء القوادين في الاعلام اللي النهاردة بيكلموا النهاردة يعني بيكلموا ابطال كلهم. بلا استثناء. كانوا تحت جسمة جمال مبارك. وفردوله المقالات وفردوله كل حاجة. وكان بيتم اه يعني تلميع جمال مبارك ان يكون هو الاقتصادي العالمي الذي سوف يخرج مصر الى اه المستقبل. وعمل حاجة اسمه اسرة المستقبل وكان فيها يعني اه الاف الشباب وكان بيغضق عليهم طبعا كان رئيس لجنة السياسات في في الحزب اه الوطني الديمقراطي المصر. حزب الديمقراطي المصر. وكان لديه بالتأكيس تلطات كثيرة جدا. واعتقد ان من بعد اسنة الفين وخمسة كان الحاكم الفعلي لمصر جمال مبارك وسيزان مبارك. بعد وقعت سقوط مبارك في مجلس الشعب المصري. والحالة الصحية وزهابه الى المانيا لمدة شهر والعلاج. من بعدها انا بعتقد ان من احكم قبضة اه يعني قبضته على زمام الامور في مصر هو كان جماع. ولكن نرجع بقى ونتكلم ونقول يعني ده مقال مخابراتي بامتياز. وطبعا ان المقال بيتكلم على تفاصيل. اه نشرت حاجات كتيرة جدا يعني موكالات كتيرة جدا نشرت عنه. قال لك فيه خبرين مهمين جدا كلهم اكتموا عليهم. الخبر الاولاني انه هو في مارس الماضي تقابل مع جوهانس. اه جونسين كوهين اه اه سفير الامريكي السابق. تقابل معاه في منزل والده في شرم الشيخ مارس اللي فات. تمام? وفي وجود هشام طلعت مصطفى. يعني هشام طلعت مصطفى. اعتقد يعني انه حصل على عفو رئاسي. و ولم يكمل بقية العقوبة في جريمة قتله. الى الفنانة المغفور لها. اه التي زبعها زبعها بدم بارد. وخرج يعني هشام طلعت مصطفى. فاعتقد ان يعني من ربع المستحيلات ان يكون هناك اه تحالف ما بين هشام طلعت مصطفى يعني هشام طلعت مصطفى وبين جمال مبارك. فده اول حاجة تضرب الخبر في مصدقيته. الخبر التاني انه بيقول انه جمال طلب من السفير جونسون كوهين تأكيدات ان امريكا سوف تستمر في المعونة العسكرية لمصر. نعم? نعم مش فاهم. طب اللي بيقولوا الخبر طب ما تفهموا الاول. او لم تنقل عن الوكالة المخابراتية اللي طلعت الخبر ده. مقصود منها طبعا حاجات معينة. انا هقول لكم بعدين بعد ما نخلص بقية الطرحة نقول لكم انا شايف ان هما عايزين ايه? اولا. اللي كثب في الخبر واحد مليار ومية وسبعين مليون. خلي بالك. واحد مليار ومية وسبعين مليون دولار. خلي بالكو المعونة واحد وثلاثة من عشرة مليار. ليه الخبر قال واحد مليار ومية وسبعين مليون? ناقص المية وثلاثين المحجوزين. طب المية وثلاثين المحجوزين دول اتحجزوا بعد مارس اللي هو قال ان هو قابل عليه جونسون كوهين. يعني دول محجوزين قريبا يعني في نصف السنة الماضية. بعد ما خرج تقرير وزارة الخارجية الامريكية اللي بيصدر في ابريل من كل عام. واللي قال فيه وزارة الخارجية انها ترى ان معاملات مصر او تفاهمات مصر لملفات حقوق الانسان تستدعي معها حجب ما هوش منع ما هوش سحب. حجب معناها ايه? معناه ممكن يتم الافراج عنه ملاحقة. مية وثلاثين مليون دولار اجمع كده. مية وثلاثين زائد مليار ومية وسبعين يساوي ايه? المعونة الواحد ثلاثة من عشر. طب ازاي تقابل معاه في مارس? وبيكلم معاه والسفير السابق بيقوله هل امريكا هتلتزم بدفع مليار ومية وسبعين مليون دولار كل سنة لمصر? انا لازم اقمن ده عشان انا اه ناوي اترشح لرئاسة. الرقم نفسه يعني 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 شدني. طب ليه ما قالش مليون وثلاثمائة الف? مليار وثلاثمائة مليون. اللي هو المعونة السنوية. لا مليار مية وسبعين. معنى كده ايه? ان طرح منها المية وثلاثين اللي تم حجبهم بعد المؤادة دي بتلاتة اشهر. ده تاني حاجة بتضرب التقرير ده في مقدر في مصدقيته. اول واحد عشان طالع في مصافة. نمر اتنين الرقم اللي قاله ده. نمر اتلاتة. هل يملك السفير امريكي السابق جونسين كوهين انه يمرر معونا او يمنع معونا? طب انا عايز اقول لكم بقى المعونة دي ايه اصلا? بعد مصر موقعة اتفاقية السلام. سنة الف سعمية سبعين. اللي بدأت في الف سعمية سبع سبعين. ووقعت في كام ديفيد في الولايات المتحدة الامريكية. شروط هذه المعاهدة. شروط ان يتم تعويض مصر سنويا بواحدة 18 مليار دولار. وتعويض اسرائيل سنويا باتنين وخمسة اتنين ونص مليار دولار. سنويا. ده غير فيه مليون ونص مليون ومتين الف مليار ومتين الف بيروحوا لالاردن سنويا بسبب اتفاقيته. دي عربة اللي في عام 1983. يعني اتفاقيات السلام اللي حصلت دي. وزي اتفاقيات برضو السلام اللي حصلت في اوسلو. برعاية امريكية اللي بموجبها تم انشاء السلطة الفلسطينية. في برضو فلوس بتيجي للسلطة الفلسطينية اه من الولايات المتحدة الامريكية بتدعم تعريبا نص مليار دولار كل سنة. هذه شروط. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الامريكية انت منعها. ولا يستطيع جونسون كوهين ان يسمح بها او يمنعها. ده اتفاقية دولية وقعت على الولايات المتحدة الامريكية بتضمن طول ما مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع اسرائيل تحصل على هذا المبلغ سنويا. كل سنة مصر بتحصل على هذا المبلغ. مصر خارجت تقريبا خمسة واربعين مليار جنيه تقريبا لو جمعت انت من تسعة وسبعين لغاية النهاردة هتبقوا تقريبا حاجة في معادها. ايه اللي ممكن يتأخر واتأخر بكده مرتين يعني تم حجب جزء من من المعونة والافراج عنه. وبعد كده مرة تانية حجزوا جزء وافراجوا عنه. دلوقتي في جزء مفروك دي مرة التالتة اللي هو مئة وثلاثين مليون دولار. هو ممكن يعني يعني يحجب لغاية تلتميت مليون اه من المعونة. ولكن ده بلازم بايه? بقرار من الكونجرس الامريكي. يعني وزارة الخارجية اما قالت في توصيتها نرى حجب ده عرض على الكونجرس والكونجرس اه صوت عليه ووافق عليه بحجب المئة وثلاثين اه مليون دولار. يعني لا يستطيع سفير ولا وزير الخارجية ولا بايدن نفسه يستطيع يعني باراداته المنفردة بجرة علم ان هو يوافق على معاونة او يلغيها ما يقدرش. يبقى دي تالت حاجة بتضرب مصدقية هذا التقرير في مقتل. تمام? الحاجة اللي بعدها بقى. قالك ان هو يعني اه شايف ان هو يعني سوف ينقذ مصر وينقذ كزا وهو. وبعدين رابطوا ما بينها وما بين زيارته وكاتل الامارات والتقرير المتلفز اللي تم ازعته اللي بيعلم فيه براءته وبراءة اسرته من اه تهمة تهريب الاموال الى خارج مصر ونهب صراوات مصر. طيب ليه ليه بقى ده طلع? وليه دلوقتي? ليه? همشوا يتلك فيه ضغوط بتمارس على مصر? بالتأكيد من ضمن هدي الضغوط يطلعوا المقالة دي وعارفين كويس قوي ان يعني افريكان انتليجنت هيطلع على التقرير ده كل الصحف العربية كل البرامي كل وتلفزيونات هتكلم فيه. للضغط على الادارة المصرية. طيب ليه دلوقتي? هقول لك ليه? عشان رئيس عبدالفتاح السي سي. في اجتماع الجامعة الدول العربية اللي حصل من اسبوعين. وكلمته القوية. بشأن القضايا فلسطينية واخواننا في فلسطين? لو تشوف كمية الهجوم اللي بيتم مع رئيس عبدالفتاح السي سي من الصحف الاسرائيلية على مدار الاسبوعين اللي فاتوا? علاوة على ان الحكومة الاسرائيلية ضربة بعرض الحائط كل شيء. بيتجاهلوا طلبات مسئولين مصريين في المخابرات وعلى مستوى امن في الملف الامني. بيتجاهلوا الدعوات للقاء او التحدث او الكلام. مش بس من مصر. من مصر ومن الامارات ومن البحرين. لا امارات وبحرين او الله. لدرجة ان يعني اه اه السيد اسامة عسكر رئيس الاركان المصري. رئيس اركان الجيش المصري. تقابل مع نظيره في جيش الاحتلال. في الامارات. وكان موجود في المقابلة السيد عباس كامل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصريين. طيب رئيس اركان الجيش المصري بيقابل رئيس اركان الجيش الاسرائيلي. لان هناك فجوة في الاتصالات. هناك ضرب بعرض الحقد بكل شيء وعايزين ينفذوا كل حاجة هو بسرعة. طب انتم عارفين الامارات هي يعني اه المنتخبة في اه اه عن اه اه الدول اه الغير دائمة العضوية في مجلس الام. قدمت الامارات مشروع لادانة الاستيطان واللي حصل في نابلس. والهجوم الذي راح ضحيته ستة من من شهداءنا الفلسطينيين اه اشقائنا. واصابة اكتر من تمانين في هجمة وحشية على نابلس. والتصعيد اللي بيحصل فيه الضفة. والتصعيد اللي هيحصل فيه في الفترة القادمة. كل ده بتعملوا اسرائيل بسرعة. عاودين يلحقوا يعملوا اكتر حاجة ممكن يعملوها وياخدوا حاجات على الارض عشان يسبت حكومته اليمينية المتطرفة. اللي خرج عشرات الالاف من الاسرائيليين يهتفوا ضدها. وفي سابقة يعني. خلي بالك برضو المخابرات المصرية يعني اه تقال. جابوا اعضاء العرب في الكنيسة الاسرائيلي وحضروا في اجتماع الجامعة الدول العربية الخاصة بالقدس. منهم اه السيد احمد الطيبي رجل محترم جدا على عفو شخصيا يعني. شخصيا محترمة جدا. ووطني حتى النخاع. والقضايا الفلسطينية تجري في يعني في دمه ويعني في نخاعه الشوكي. كان موجود احمد الطيبي. واكبر الاربعة كبار اللي هم التحالف اه الاعضاء العرب في الكنيسة الاسرائيل. بالتأكيد مصر مش موافقة على اللي بيحصل. تفتكر قلت لك كان فيه زيارة من حماس. وقلت لك مش حماس بس حماس. والجهاد. وكان فيه محاولة لتقريب وجهات النظر بين حماس وبين الجهاد. الجهاد ضرب مبارح ستة صواريخ على اه اه يعني اه 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 القرى المحيطة بيه اه قطاع غز. وبالعافية مصر بتحاول تهديئة الاوضاع حتى يكون فيه مجال للوصول الى طولة مفاوضات. طبعا ما يفعله نتنياهو وحكومته اليمينية المتعصبة. ده بيخلي الموضوعات دي صعبة جدا. فالنهار ده بيضغطوا عالن على رئيس عفتاح السيسي. علشان يهدئ من لغة الحوار. انا بعتقد ان فيه قطيع دلوقتي ما بين رئيس عفتاح السيسي وبين يمين نتنياهو. واعتقد ايضا ان يعني موضوع المناورات الامريكية الاسرائيلية لضرب ايران. اه قبلة بالرفض. من الاسعف التحسيس. ولا اخو فيك سرا يعني ان كان مفترض ان يتم توجيه الدعوة لدول الخليج والى مصر والاردن. حتى يشاركوا في هذه المناورات ويشاركوا في هذا التحالف. ولكن بالتأكيد لن نضرب ايران. اذا اعتدت ايران سوف نرد الاعتداء وبقوة. وسوف نحمي اشقائنا ولكن لن نعتدي. فانا بعتقد ان هذه الزوبعة هي للضغط على الداخل المصري. والضغط على اه اه رئيس عفتاح السيسي. بمثل هذا يعني الهراء. انا بعتقد هناك سلة من المغيبين لذاله يتبعوا اه جمال مبارك. هناك سلة بالتأكيد من درش ننكر ده. ولكن ايه حجمها? بالنسبة الى جموع الناخبين المصريين المخاطبين بالانتخاب في مصر اه تمانية واربعين مليون مصري. اللي بيحضر في الانتخابات تعريبا اه يعني من عشرين مليون اللي بيحضروا في الانتخابات. كام دول? يعني عشرات الالاف ممكن? مئات الالاف ممكن? هادا ممكن فعلا يؤهل هادا الفصل ان يكون رئيسا لمصر? مصر كبير اوي عليك يا علاء. مامي سوزان حاولت كتير اوي انها تقيفها على مقاسك. بس فشلت. كان سيعيني بتعمل زي ما قال سمير غانم رحمة الله عليه. تيجي تزبط البنطلون. الجاكتة تضرب. تطلع تزبط الجاكتة البنطلون يضرب. مصر واسع عليك اوي. اوي. يا جمال. طيب ده كان اه يعني 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 مادة الفكاهة بتاعت الحلقة النهاردة ان احنا نضحك وشتقينا ان ممكن يكون جمال مبارك رئيسا لمصر. محمود محمد بيقول لنا ايه? اه. طيب احنا ايه? طبعا مش هنعمل دلوقتي سيستم اوب ديت. سيستم اوب ديت ايه دلوقتي? وان على الهوى يا اخي. يا اخي هل نخلى عندك دم. سيستم اوب ديت? يا لهوي. ايه ده السيستم ده شكله جزائري. كل مصيبة دلوقتي هتلزقها في الجزائر. لو قلت لكم كمية المكالمات وكمية الرسائل الجميلة والرقيقة اللي جاتني من اصدقائي الجزائريين الذين يحبوا فعلا وطنهم والله العظيم. اسعدوني. والله العظيم اسعدوني. اه. كمان اسعدني جدا. اه. اه. الحاجة اشرف السعد. اه. جاب اه. حاجة ليه قديمة من حوالي سنتين وشوية. ونشرها عنده. اه اه حوال رهالكو. انا والله بس طلاها بعد ما بعد ما شفتها يعني ما هو نشرها. قلت يا انها رسود. ايه الراجل الفاجر ده. حسما عكو دلوقتي قلت ايه. ما الملتازك. طيب اه نجيب هنا. اه نشوف مع بعض هنا. تمام. لا والله العظيم تلاتة انا يعني. طبعا انا فاكر طبعا اللقاء وفاكر قلت ايه وعملت ايه. بس انا يعني لا مش بهاني. كتير. لا كتير بجد يعني. بقوا ناشد الرئيس راجب طيب اردوغان. بقوا ناشده من خلال شاشة الجزيرة. انه يبعت فلوس الغلابة الارهابيين. دخل عندنا شهر الربعة شهر خمسة. ودخل عندنا اعيد. لا لا لا. حاجة افترة. طيب نرجع للأسئلة. فطبعا باشكر كل اشقائي الجزائريين اللي بعتوني والمغاربة اللي بعتوني. وكلمتهم الرقيقة الجميلة. ربنا بارك فيكم يا رب. اشكركم. يعني اخجلتموني والله. وشملتوني بعطفكم بحبكم. اه. محمود قال لنا اول حاجة ايه? حافظ الله مصر واهلها من كل متآمر وخاين وعمير. ربنا بارك في عمرك. شكرا. وطبعا اه السؤال بقى. اه عنينا من حكم الرئيس مبارك. وما زلنا نعاني بسببه. لا نريد جمال ولا كل صاحب اجنة. نريد الرئيس السيسي الذي يعمل في تنمية الوطن. اه تنمية الوطن. بنبارك وعملك. شكرا. اهلا وسهلا السيد ابراهيم. يا مرحبا. بقى لي كتير ما شفتكش. اهلا وسهلا. لان انتخب ابن مبارك. سانتخب رئيس السيسي الذي رجع على مصر كرامتها وبناها ومازال وحماها ومازال وهو عاشق لمصر. ولنا نحن المصريين قد عهدنا وسنستمر وسنصبر مهما حدث. آآ آآ لنصل بمصر للمكانة التي يريدها ونريدها. شكرا. آآ استاذ ابراهيم. طيب. طيب. آآ اهلا وسهلا استاذ مصطفى. ابو الحديد. اهلا وسهلا بسم الله ما شاء الله. دي حكتها الجميلة والله باقينا في الصور. آآ مكباشة مبارك فاش. آآ فاشل. ازاي الشعب ثرع على ابوه. والناس تنزي تنتخبه. لا يجوز. كنت عاوز يستولع الدولة في عهد ابوه بالتوريس. ولا كنت عايزه يستولي على ابوه وقت الدولة. تمانك. طب لا ينور عليك. آآ ما انا قلت لك. آآ سوزان مبارك كان بتحاول تأيف له البدلة. تأيف له مصر على مقاسه ما نفعش. مصر كبيرة قوي عليه. طيب. آآ الاستاذ مصطفى ابو الحديد بيقول لنا تاني. جمال مبارك كان يريد الاستلاع على الدولة بالتوريس. والتي آآ جلس العام الماضي مع عدقنا لكي يجهزونه وترشيح نفسه اما سيسي. وهو وسعت منك اوي. آآ ولا خليك فكوزك لما يعوزك. تمام. شكرا مرسي جدا على المثل ده. خليك فكوزك لما نعوزك. والله ينفع سلوجن انتخابي. خليك فكوزك لما نعوزك. انا مكشر اوي. I'm approving this message. والله تنفع. طيب. آآ حمادة دي سوقي. انا مساهل ان اي حمادة. نفسي اعرف على اي اساس بيختار علوش ترتيب الاسئلة. سؤال بقى دي سنتين في القناة مش عارف اوصل له دي جدا. آآ لابد ان يكون رئيس مصر من خلفها عسكرية. وهذا يتوفر جمال. لا يتوفر جمال مبارك وجمال فاسد ابن فاسد. وتاريخ عائلته بالحكم ومشين وهو والده سبب رئيسي في التخلف مصر. في كل المجالات وتجميدها لمدة خمسة وعشرين سنة تلاتين سنة. بلا انجازات ولا تطوير. اهلا وسهلا. اوكي. ده كتب كتير قوي. سعنا نخلينا معاه لغاية ما نوصل. ليه الكلمة اللي هو بيقولها على بلده. بلدك. بلدك اللي هي آآ كبرتك وخلتك راجل وكبير. بلدك طول عليها كده? لقيتها. شوف كاتب على بلده ايه? كاتب على بلده ايه? الجزائر دولة سيدة. نعم. الجزائر. اللي طلعت كل الشهداء مليون ونص سيدة? ليه يا ابني كده? ليه بتتطول على بلدك بالشكل ده ليه? هو معنى ان انا بقول الرئيس عبدالعزيز لما اخزة البون. يبقى انت تقول على الجزائر كلها سيدة? صغف الله العظيم يا رب. نقرأ. الجزائر دولة سيدة. لا تتلقى الاوامر. الله هو كتب ايه? معناها ايه? دولة لها سيادة يعني ايه دي? طيب. اه ولا تتلقى الاوامر من احد هذا كرام. اه لفروف وزير خارجية روسيا. انا عليها سيدة وانت مبسود. طيب. اه طبعا خانوا التعبير يعني. اه يعني. المفهول يقول الجزائر دولة زاد سيادة. مش عليها سيدة. يعني اه بقول الرئيس عبدالعزيز لما اخزة تبقول. وانت هتقول الجزائر كلها. سيدة? اه طيب. هنعد هنا. اه اوكي نطلع من الاول خالص. اه مسعور على الجزائر. لا والله المسعور على الجزائر ولا حاجة. انا بحكي الحقيقة اللي بتحسن. الكل مضغوط. مضغوط? مضغوط ليه? شفتي براحرح على الاخرة اهو اهو براحرح. مضغوط فيه? مفيش اي ضغط. خالص. ولا حد يقدر يمارس عليها اي ضغوط. المضغوط قال. انا زيادة شوية في الوزنة بس مش درجة انا مضغوط يعني. طيب. اه الكل يتوجع من الجزائر. كلها لفاظه مش لطيفة الراجل ده. طيب. الجزائر والسعودية عاملين صداع للغرب. ايه داخل ده ده? ايه داخل الجزائر والسعودية? مش فاهم. كل يوم تجدون سيد للجزائر? بعد ساعة نتاكد انه كدب. ايه? مش فاهم كل يوم تجدون سيد للجزائر? اه جسيدة. فهمت? اوكي اوكي اوكي. سيد جسيدة. طبعا اهنسة. ما نصدق لفراف او نصدق زباب المغرب. يعني بعد اذنك ما تقولش عنها زباب المغرب. يعني زباب المغزر. ارجوك ما نتغيرش في التسميات. دولة المرتزقة هؤلاء مرتزقة للمغرب والصهاينة. ملاش علاقة بعد. طيب. اه لفروف قال لفروف قال الجزائر لا تخضع للغرب. اما اللي عملته في فرنسا ده ده كان ايه? يعني اللي عمله ماكرون في الرئيس عبدالعزيز لمعاخزة تبون ده ايه? ده تقول عليه ايه? يعني مش ها. انا لو لو شرحت اكتر من كده ممكن اقول كلام معاقب عليه القانون. هذا هو سبب انزعاجكم. اللي هو ايه? يعني بتكتب السبب يعني تتكلم عنه. يعني تقول حاجة وتقول هو ده سبب منزعاج. مش عارف. طيب. ليس ازال يغبي. عكيب بيقول لحد تاني قال له ازال. ازول. ازول. دي تحية السلام بالامازيغية اللي بيقولوها القبائل. ازول. اوكي اهلا وسهل. بوراي خرجت بعلم المخبرات الجزائرين. عيب والله. عيب تقول كده. ليه ان انتو شكلوك رحش او كده. يعني مخبرات اللي امتلعها. يعني جنرات فرنسا اخدوا التعليمات من اليزيه. ان هما يسهلوا تهربة. مش ده لان اقولتو في الحلقة. مش ده لان اقولتو في الحلقة. وشاهد اشاهد من اهل سيدة. فكرني واحد من حبيبنا الطيبين ركبوا الاوتوبيس فطلقت واحدة قدامه وطلعت عشرة عشرة ساغ وداتها للكمساري. وقيت له السيدة زينة. فبص كده قال عشرة ساغ سينا زينة برحمة طلع الجنيه وحط له الكمساري. قال له السيد هريدي. وفيه برضو حاجة من حد بيديع الحد وحاجة يقول له السيدة الجزائر في ظهرك. اه يا والله يا سبحك. والله يا سبحك يا اخي والله. ايه ده? خرجتني من وقاري خالص. اه بيقول لك ليه عاملوا كده المخابرات الجزائرية? من اجل فضح المخابرات الفرنسية وتورتها. بالضبط زي ما قلتلك في الحلقة. يعني اه اه الرئيس عبدالعزيز اه لمعاخزة. توب بون اتدرب على اقفاء. يقول له احنا ما اتفعنا احنا اتفعنا اتدرب جامد. احنا اتفعنا اتدرب بالراحة. يا لهوي. طيب لأ اول تبريد اقراك كده بجد والله برافو عليك. انت مخيلتك واسح جدا. تمام. اه. المخابرات الجزائرية جعلت هذا الامر سبب للتوتير. لتوتير? انا الشيء. العلاقات مع فرنسا. يعني جنرالات فرنسا. هياخدوا تعليمات من قصر الاليزيه. عشان يوطروا علاقات مع القصر الاليزيه. مستغرابها جدا. حتى تلغي الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. يخرب بيتك. فرنسا عضو في الاتحاد. التفاكر فرنسا برا الاتحاد الاوروبي. يخرب بيتك. فرنسا عضو في الاتحاد الاوروبي. هتلغي الشراكة الاوروبية ايه? ده هي عضو. انا بدأت ولا اتوه منه. الان الجزائري فابرق كل شيء. والفرنسيون وقعوا في الفخ. صحيح صحيح. اه صحيح وقعوا في الفخ وهي ده فعلكو السبعين الفكتوري في فرنسا. هي لا هي اصدها انا وعت في الفخ. صح? ينهر السدو ميل. يظن. اه يظن. ترارار ترارار اه يظن. ان الجزائر لا تعرف خروجها. هم طلبوا تسليمها ليه من تونس? اما هم كانوا عملوا الكلام ده. وتونس كان قبق اوسائنا او ادنى ان يعمل كده بس فرنسا قلت له بقول لك ايه يا قصة عيد انت عارف هيحصل لك ايه? قال له نحن نوافق على هذا الامر اديني يا ابن الريشة عشان انضي لك القرأة. فمش عارف. كلامك مش راكب على بعض. طيب اه والله العظيم. المخابرات الجزائرية صنعت كل هذا الامر. حرام عليك تحلب بالله العظيم على حاجة زي دي. عشان تقلص التعامل مع فرنسا اكثر لصالح الصين. نعم. يعني هما هربوا اميرة اه براوي اه اللي هي هربرة من حكم سجنة من المسلخ في الجزائر. وضحكت على شنبات كل جنرالات فرنسا. وعلى شنب الرئيس عبدالعزيز لمؤخزة تبون برضو. وراحت الى اه يعني اه الحرية في فرنسا. وديجي تقول لي اه عشان تقلص العمل مع الصين. انت بتهرج ولا بتتكلم بجد. والله مساكين انتم مساكين. نعم ما قالش والله. انتم مساكين. تظنون ان الجزائر سهلة. ولعب اطفال. ولا السيدة صح? الله يا سامحك حتى بقى حتى موتني النهار. الله يا سامحك. اه الاسد تب جزائر. الاسد تب جزائر. دولة زاد سيادة. ده كتابة في الاخر بعد انا ما قلت. اه لماذا لا تقلص العلاقة مع فرنسا. دون تسليم مواطنة لها. ممكن توضح. بعد كل اللي قلتوا ده عايزنا وضح. ده انا ده انا ده انا يعني. بلاش بلاش اغلط. طيب. اه لو ان الجزائر تقلص. من دون سبب. يجعل الغرب يتهم الجزائر. انها ليست على الحياد. الجزائر تريد ان تكون متوازنة. اه طيب ماشي. عادي من حقوق متوازنه. اه. اه لا بعد كده. بين الشرقي والغربي. طب ما كنت الكلام هكفل على نفس التاطر. الله يخرب عقلك. انت لازم تخليني اعمل كليك كليك. ما تكملها في سطر واحد. يعني اقول الجزائر تريد ان تكون متوازنة بين الشرق والغرب. يعني هتفرق معك حاجة دي. ولا هو بس اه كليكات وخلاص. ما تبلغش. تستطيع. اه لا ما قالش بتقلق. تستطيع الاول. تستطيع الجزائر فعل ذلك. لكن نحن نريد تنوع شركائنا الاقتصاديين. اهلا وسهلا. برضو بين الشرقي والغرب. لازم على جملتين? لازم على التعليقين? انت ايه? انت زقينك عليا عشان تحرق دمي? حتى ليت كون الجزائر تحت هيمنة الغربي او الشرقي? برضو? اه لا حطاها مع بعد انا. يا اخي خلاص بقى. بالراجل حطوهم في سطر واحد او? اه كده برافو عليك. اه رايدون برافو عليك حبيبي. حطوهم في سطر واحد. التوازن يجعل الجزائر دولة سيادية اكثر وقوي. دولة سيادية? انت او عكون اللي في ذهني. يعني في اول حلقة تقول عليها سيدة. وفي اخر حلقة تقول عليها سيادية? ده ده مرض يبني. دولة ما فيش ما سيادية تقول دولة ذات سيادة. لكن لو فعلت ما تقول انت ستخسر الغرب. اوكي يعني هي اه عملت الفيلم ده عشان تورط فرنسا وتفضح فرنسا قدام العالم عشان تورط اه اه فرنسا وما تخسرش الغرب. والغرب ده انا معاقزة مش فرنسا دي مش من الغرب يعني ولا مش فاها. ولا فرنسا دي بنت الاقيتة ولا يعني لقوها قدام اه اه جامع في الاندلس. لقوا فرنسا قدام جامع في الاندلس وبنوها مثلا معي غرب. انا مش فاهمك والله. بجد انا بدأت اتوه منك. انا عايز اجمع حاجة علوش. الجزائر تقول لامريكا. تقول لا لامريكا فكيف هتخافوا من فرنسا? اه 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 فرنسا هي من تحت الوساية الامريكية. اوكي وانتو تحت الوساية الايه? والله العظيم حضرابك. سطره كله على لا بس لم الف? وبعديها لا. لم يكن شعرا. ما تكتبها جنبها. لا لم يكن شعرا. قال الجزائر لم تخضع للغرب. اوكي. ده اصدوا على الظروف برضو. ماشي حاضر. لا كده كفاية. انا هتحبت والله. اخي السياسة تحتاجه الى زكاء. لا بسم الله ما شاء الله متوفر جدا فيه جدا يا رايدون بعمالة بسم الله ما شاء الله. الزكاء بيبز من عينيك. وليس تهور. حاضر. يانهر السود باكتبالي على على جمل. لم تتخلى عنها هادي قضية امنية. اوكي. راح افهمك ما حد. يانهر السود وبني. انت لسه حتفهمني. ما طيب خلاص كفاية رايدون. لا لا كفاية. المخابرات الجزائر سهلت. ايه ده? المخابرات كلها. سهلت? يانهر السود. طب ما ياخدوا ان تسيد. ان تسيد بالله. ده رخيص مش غالي. او يعملوا شربة رز. فشربة الرز بتقطم. اه والمفروض بقى يعني مفروض بقى امانة. يعني ما يكلوش طبيق خلاص بقى. النهاردة وبكرة ما يكلوش طبيق. سهلوا. طيب. قال لا. لا دي لازم ايه? مع الاتحاد الاوري. لا هي اسمها اميرة براوي. مش معقولة يعني هيكرموها. وهيسموا الاتحاد الاوروبي على اسمها الاتحاد الاوري. اللي على يعني باعتبار يعني هيكرموا. اه البطلة المدونة اميرة براوي. والله ايه ما عندك حق. هيدا الاستاذ عميل للمغرب. ما اسمح لكش. ما اسمح لكش تقول كده في قناتي. انا عميل للمغزن. يا واحدة. مغزن. هلو. ايو انا. انا. ايوة مكشر قوي يا اخي. اه الاعلامي بتاع امريكا ايوة. ايوة. لا لا لا. بص. انا بجد مش هقبل ابدا اللي بيحصل من الجزائرين دوت لو سمحت. لازم تحصل تعميم عالجزاير. انا عميل المغزن. بس مش عميل المغرب. لا ارجوك. بعد اذنك لو سمحت. شكرا. على اعلى درجات المستوى الدبلوماسي. ايه ده? مفيش منكم اقدم المسايا? خلص? والله? طب حتى يروح حد بطيارة يقول لهم الكلام ده. ينزل يقول لهم ايه ده? مفيش طياران مباشر? بينكم ينهر السود بجد? قال له? اه صح. ده فريق جزائري. راح لف يعني ودك نين يا جوحة عشان يروح البطولة. يا لا. اه صح صح ما فيش صح. طب حد يروح يرميلهم ورعة من على الحدود. ممكن? لو سمحت. ارجوك. شكر. شكر. مع السلامة. تيت. 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 اهنو سهل. مسلي جدا رايدون والله العظيم تلاتة بقى ملك يعني اسعدني. اه بجد الحوار مع رايدون النهاردة ممتع جميل. طيب. اه اه سلام عليكم انا محمد منصور. يا دكتور معلش انا اسف انتو بتهزروا ايه? بتهزروا جمال مين? انا اسف. اه اللي نزل خمسة وعشرين قامت اه لكن كفاية. يا عم دي نكتة ده هزار اللي حصل ده مش حقيقة يا. كفاية انهم في العسل تلاتين سنة هي دي الدريبة اللي دفعها السيسي معلش انا دعمت السيسي وحفظ الادعم. انت فاهم غلط يا منصوري احنا بنهزر. ده هزار. هادة يعني اه فكاهة. اه يعني اه البدلة وسع عليه قوي. يعني حاولت شوزان مبارك تايف مصر على الامعاس ومفيش. كبيرة قوي عليه. بس انا بنهزر. طيب اه شكرا يا منصوري واشكرك على اه مشاعرك الجميلة دي ربنا بركلف عمرك يا رب. طيب. اه. محمد فيوري. يعني يا حمادة. الشاعر الرقيق. اه مش ممكن. يعني كلماته جميلة. بعشق كلماتك يا حمادة. اه السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. انا في الشغل وبتباكه. مش عارف اركز يا دكتور. لو سمحت السيدة من السيدة الجزائر في ظهرك. اه لا لو سهد. اه طيب. منورين يا اجمل اصدقاء. اه تمام? عنه سهلا. يا دكتور دي اكيد مخابرات باين قوي من ندارة. اه 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 صح? والله ابوكه يكون فعلا يعني درجة الغباء اللي هو فيها دي اكيد رتبة كبيرة في المخابرات الجزائرية. اه. اشرب نارة يا دكتور عشان تكمل. عادر. واقع مني اوكي فهي يا دكتور سهلت. هو اللي قال والله سهلت. طيب. اه يا لهوي. ايه ده? لازم اطلع كده شب بفوق عشان اشوف ايه بيحصل. طيب. اه الحج سعيد كاتب لنا تحياتي يا دكتور. يريد القاء الدوء على معارض اهلا رمضان ومعارض اه بوزارة الزراعة والتموين. اه. المنتشرين في جماعة نحاق الجمهورية وبهم جماعة نوع السلع وبأسعار تقلع عن أسعار السوق بحوالي تلاتين في المية. بعكتما تلاتين في المية. ان اصوات النساء والرجال الجماعة الارهابية بدأت في الصياح الان. وناس مغيبين يسمعونه لهم الاسف يا دكتور. اه. وناس طيبين من زوج الثقافة المتوسطة بلاش من عامل الثقافة لانهم جميعا في الاخر اهلنا. يسمعون لهم ويتأثرون بكميات الكتب التي يظهر من اهل الجماعة الارهابية. ويشعون في المواصلات لان الناس مش هتلاقي تاكل ولا هتعرف تعيش. اه. وكل هذا لاصابة الناس طيبين بالاحباط. حتى ما سمحت دكتور الموضوع ده مهم جدا مرجع من اقشته. حتى اعلم مغيبين اللي عاملين نفسهم مش فاهمين. ووفق دكتور شكر. بنا بارك في عمرك. وبيسلم علينا تاني. وعليكم سلامة الله وبركاته. علوش باشا. يا غالي. طيب. علوش بيك. ما بيك. انا خدتك باشا. طيب يا صديق العزيز الحج سعيد يونس من الاسكندرية. انا عايز ازفر لكم خبر كنت عايز اخليه حلقة اللي جاية ولكن هنقول لكم النهاردة. في زيارة مرتقبة الى قطر. حجم استثمارات قطرية مصرية يصل الى خمستاشر مليار دولار. كلام ده خلال الايام اللي جاية هتشوفوه. انشاء صندوق مشترك بالمصر والامارات. صندوق سيادي مصري. عفوا. قطري مصري. صندوق سيادي قطري مصري. هيبقى دوره اه اه عجز الموازنة في مصر او اه يعني التعامل مع ادوات الدين المصري. يعني سندات الخزانة خمسة مليار دولار. ده غير الخمستاشر. وكل هذه الصفقات هي اجزاء من شركات ناجحة مصرية. مصر لن تبيع ابدا اي مرفق بكامله. فقط نسبة من هذه المرافق. هما بيفكروا في البنك العرب الافريقي بيفكروا في ام تي اي. وبيفكروا اه ام تي اي عفوا. وبيفكروا في اه شركة اه اه الناصر للتعدين. و ويمكن كمان اه يعني اه يعني الموضوع يطلع الى اه يعني اه بنوك اخرى. وما يعني وما تضايروا في ذلك. اهلا وسهلا. اشقائنا اه القطريين والصندوق السيادي القطري اللي هيعود بالنفع بالتأكيد على مقدرات الشعب القطري. احنا احنا نكسب وانتو تكسبوا. مش انا قلت لكم فيه من تلاتين لخمسين مليار دولار في الشهرين اللي جايين. عدي خمساشر منهم. وانا معاكم هيجي قديم من السعودية وهيجي قديم من الامارات. وان شاء الله يعدك خمسين مليار. فاشكرك اه الحاج سعيد يونس من الاسكندرية على التسكير بهذا الامر المهم جدا جدا جدا. كنت عايزة اخليه في حلقة كده وافرد له حلقة ولكن كويس نحن اعود لكم. اه دي خبر لسه جاينا دلوقتي حالا معد الزلازل بالمعهد القومي معد القومي مصر زلزال بقوة اربعة درجات يهز شمال مدينة السويس. ربنا يصل على اهلينا في السويس واهلينا في مصر. ويا رب ما يكونش فيه توابع اه اكبر من هذا ان شاء الله. يعني ان شاء الله مصر حيحميها بازن الله. ربنا هيحمي البرد بازن الله. جرام مازيزي اهلا اهلا فين جرام مازيزي? حبيبتي جرام مازيزي يا لهوي. انساك ده كلامي. انساك يا سلام. اسم الله العلاء مبارك. الطيب قوله له يتبرع بنصف سرورته المصر زي ما السيسي عمل? ده كده هيبرع بخمسة وتلاتين مليار دولار? ده ممكن يحلوا ازمة. اه مختار عفيفي بيقول لي مصر العظمة بتمسي عليك. رئيس القادم هو رئيس السيسي. ربنا يحفظه ويبرك فيه. تحيا مصر الغالية وجيشنا العظيم. تحيا الشعب العظيم المصري. اهلا سلام حبيبي. اه محمد سعيد. اه محمد سعيد ابن الحج سعيد يونس. لازم نعمل لك الفضيحة دي كل مرة. ابن الحج سعيد يونس اللي بيتكلم الفيسبوك. وابنه بيتكلم لليوتيوب. شوف العقوق بتاع الاولاد. ما تروح تقعب مع ابوك يا ولا. طيب اهلا وسهلا. استاذ محمد. محمد سعيد. اهل الحمد لله لحقت البس. مرحبا مع كل المشاهدين والسادة الاقدامن. تقيم رجعك متاخر كده يا هلا. لحقت بس ايه اللي لحقته. الساعة كان في مصر دلوقتي. دلوقتي تمانية وسبعة سبعة خمستاشر. ساعته الصبح. رجع الساعته الصبح يا محمد. طيب. هند بتقول لنا ايه? بتقول لنا. اهلا يا دكتور منور حضرتك كنت عايز اسأل حدراك فعلا فيه تلوس نوي حصل? ولا اه هنرجو التوضيح واساسا جمال وعلاء. فلوسهم دي فلوس الشعب مش مسامحينهم. بصي. برضو ممكن تحطيها تحت بند يعني الاشاعات. اه مصر بتستخدم يعني اه اعلى انظمة الامن والسلامة في موضوعات المنشآت النووي. فممكن تحطيها تحت بند اشارة البلبلة والاشاعات. لكن ادام ما تلاقش تصريح من رئيس الوزراء. وما اطلقش كمان تحذير للناس انه ما يخلوا بالهم او يبعدوا عن اماكن معينة او يتم اه توزيع ادوية خاصة بامتصاص الاشعة وكل الكلام ده كله. اه يبقى مش مصدقوا. كده ايه? فريدي بوزيك مونة اهلا وسهلا حب ابشركم. في زلزول من ساعتين في زلزول بتدلعيه. بتدلعي الزلزول. طب هو هو طفش من شوية. ازا كان بتدلعي زلزال بزلزول. هو طفش من شوية يا ابونا. في واحد باعتلي بيقول عيد الاعلان تاني بتاع جمال مبارك. جمال مبارك هيقعد تنك كده وياخد جنب عشان الصورة تبقى رئاسية كده. خليك فكوزك. لما نعوزك. انا مكشر قوي. انا مابروفينج ديس ماسنج. لو حد قطع دي وشيرها انا حبقى فضيحة. وانا اللي بقول لكم تعملوا ايه? طيب اهلا وسهلا. اه قبل ما مقفل لازم ارد على اه المعتوه معتز مطر. طبع انتم فهمتوا او محطة الخلفية هرد اقول له ايه? التحفة المعمارية اللي انشأها العمير محمد بن سلمان والعهد السعودي اللي اسمها المكعب في الرياض ربعمية متر طول ربعمية متر عرض ربعمية متر ارتفاع. يستطيع ان يستوعب سبعتاشر مبنى للامبير ستيت في الوقت المتحدة الامريكية في نيويورك. جوا العديد من الانشطة التسويقية والترفيهية والسياحية. وده مش اول مرة يتعمل شكله مكعب لبابنا. وله بتربط ما بينه? وما بين ارتقاء الامير محمد بن سلمان في غسل الكعبة الى سقف الكعبة. اما هما بيركبوا الكسوة ازاي? اما انت بتقول ان حرام ان نعتدي الكعبة. احنا ما عندناش اوسان في الاسلام يا ابني. الحكم الشرعي الوحيد. اللي قاله الخميسي اللي انت اشتشهدت بيه. وقلت ان هو من يعني علماء السلطان. رجل ما قالش اي حاجة عن ارتقاء سطح الكعبة. هو قال الصلاة. عندما تصلي داخل الكعبة تستطيع ان تستقبل اي حائط من حوائطها وتجوز سلطك. لان انت جوه المركز جوه السنتر. لكن لو باب الكعبة مفتوح وانت بتستقبل الباب لا. لو انت على سطح الكعبة ماذا تستقبل? انت مرتفع عنها. يبقى انت لا تستقبل حائط من حوائطها. فلا تجوز السلطان فقط. لكن الراجل ما كانش بيصار لي فوق سطح الكعبة. الراجل كان في مراسم كل سنة بتتم غسل الكعبة المشرفة. ودي حاجة بتتعمل من الاف السنين من الف وربعمائة سنة في بيت الله الحرام. وليس الوحيد الذي اعتلى سقف الكعبة. طب هم مش عاودين حد يعتلى سقف الكعبة. عاملين سلم جوه ليه? يعني بالعقل كده. يا مختل. ازاي بيركبوا الكسوة? ولكن هي استياد اي شيء. يبقى يجيب بالخيميسي ويتكلم في الفتوى الشرعية لما لاش اي علاقة باعتلاء سطح في الكعبة. وبعدين يجيب مشهد الامير محمد بن سلمان وهو في مراسم غسل الكعبة. الكلام من اربع سنين. ويربط ده مع ده. بان هو انشأ مبنى مكعب. هل مبنى المكعب حرام? يعني كده مكعبات الاطفال دي حرام? المكعب اللي هو اللي بالالوان ده اللي بتغيره وتحاول تشكل الالوان ده حرام? يا نهر سود. الجزر التكعيبي بقى ده حرام. خلاص. الجزر التكعيبي حرام يا جماعة. محدش بعد كده يستخدم الجزر التكعيبي. ده تمسيك بالكعبة. واغنية بتاعة كعب الغزال دي تتلغي فورة من التلفزيون المصري. ايه ده? الكعب الغزال يا متحني بدم الغزال? ايه ده? ده فسك وفجور. كعب الغزال يا متحني بدم الغزال? دم? وفين? في الحرم? وفي الاشهر والحرم? دم! هو ده اللي يترد بيه على هذا المعتوه. لغا ده اطلاقهم في اشتخاذ شكل المكعبة في اي شيء في حياتك. ده كان رد على المهترق معتز ماتر. طيب نرجع تاني بقى طبعا انا بتلكك عشان اه اجيب الخلفية بتاعت السعودية انتو عارفين يعني. اه 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 طيب نرجع تاني بقى عشان نقفل. الله ينور عليكي. رسولة السلام اما طلب بسهدنا بلال ان يعتلي سقف الكعبة ولي يؤزن بالصلاة. لو كان حرام كان والصلاة السلام قال له اعتلي. يا جماعة احنا ما عندناش اوسان. نحن ليس لدينا اوسان. ليس لدينا كهنوت في الدين الاسلامي. الدين الاسلامي ليس فيه كهنوت. الدين الاسلامي تستطيع ان تعبد الله سبحانه وتعالى زي ما انت عاوز باي باي شكل باي لبس باي مكان. الصلاة تجوز في كل الاحوال لو انت تعبان وانت قاعد لو مش عادة باعنيك. لو مش عادة تحدد مكان القبلة يعني استقبل امامك يعني شيء وصل ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اي كهنوت في الاسلام. مفيش الكلام ده. معندناش اوسان احنا ومعندناش يعني لأ يعني قدسية الكعبة. اه لأ اه محدش يعني. من راحة لأ راحة نفسكو شوية. طيب. اهلا وسهلا بك شكرا نعيمة صديقتنا العزيزة. ام علاء وام لمة وزوجة اه سادة اللي هو محمد ابو النجا. اهلا وسهلا. اقيلة جميلة بحبها كلها. بس مش شفناش علاء لغد دلوقتي. خيالي? انا زعلان منك يا نعيمة. بجد والله. ليه علاء مجاش لغد دلوقتي سالم علي واخبارك يا دكتور. ده انا عملت له اعلان للخطوط السعودية. ناس يا? عملت له اعلان بمبلغ وقدره. يعني بيجي دي حاجة اصلا. لا السعودية بتبعت ولا المغزم بيبعت مغزم. يا جماعة مفيش تحولات جد. ما نفعش الكلام ده. ان انا اتنبح صوتي. ده انا عايز اجيب استحلاب عشان زوري خلاص الجرح. يا جماعة ما نفعش. بحثوا لنا اي حاجة يا طيب. اي حاجة. طيب شكرا. اه? طيب ماشي. ماشي يا فادي. شكرا. مغزم. الصراخ على قدر الالم. ببي محمد بن السلمان واجحهم اوي. الله عندك حال. عزيزة محمد. سايب ابوك قاعد في الفيسبوك لوحده. شكرا لك يا دكتور على مجودك مقدر من جميع وردك على جميع السلم مشاهدين دونا غضادة. رغم ان بعضها يحمل لغة دونا ومستوى. اسئلة مستفزة ده في بعض الاحيان جديد. ربنا يبارك في عملك حبيبي اشكرك. اه ده دور بنلعبه يا بي. ده دور. يعني اه المعرفة اه ملك للجميع. وانا سميت البرنامج ده طريق المعرفة. حتى يكون ملك للجميع. المعرفة لا حدودة لها. وزي ما بتزكي عن مالك وبتزكي عن صحتك وبتزكي عن لعيالك وزي بتزكي في رمضان. لابد ايضا تزكي عن علمك. عندما تكون تعلم شيئا لازم تسهله وتوصله بطريقة بسيطة لكي يستفيد الناس. لو حد فيك واحد بس استفاد من حاجة انا قلتها النهاردة. لابا انا عملت اللي علي. ولغاية ما شوفكم الحلقة الجاية. لغاية ما شوفكم الحلقة الجاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا بحبكم في الله. اصباح على خير. برنامج طريق المعرفة من انتاج قناة من امريكا واشنطن الولايات المتحدة الامريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الاتية. للاسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة.